اشتركوا في القناة ومنظمة العمل الدولية خاصة وأن البحرين لعبت دورا رائدا من خلال عضويتها في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية خلال الفترة من 2014 حتى 2021 وغير ذلك من الإسامات التي قدمتها كعضو فاعل في المنظمة وستعرض أحميدان آخر المنجزات العملية التي حققت البحرين في إطار حرصها على تحقيق الموأمة بين النظم والتشريعات الوطنية وضمان توافقها مع معايير العمل الدولية مؤكد أن استمرار جهود المملكة نحو خلق العديد من المبادرات التي تعكس التزام بمعايير العمل الدولية لافتان إلى سعي حكومة البحرين المستمر لتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة الحكومات وأصحاب العمل والعمال باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير العلاقة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة وضمان استقرار سوق العمل من جانب آخر شار وزير العمل وتنمية الاجتماعية إلى المبادرات والمشاريع التي تنفذها المملكة في إطار تنظيم علاقات العمل بين أطراف الانتاج الثلاثة وتنمية الأعمال والانتاجية ورعاية حقوق القوى العاملة وضمان المساواة بين مختلف فئات العمال وعلى الأخصة الخطوات التي قامت بها البحرين لضمان استقرار علاقات العمل خلال فترة الجائحة ولتجاوز آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني وسوق العمل وخطة التعافي الاقتصادية